السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة ونتمنى ان الفيديو هذا يلقاكم في احسن الاحوال يارب لكي جاهدنا الاول مرة نتمنى ان تشاركوا في القناة بواسطة تضغط على الجرس الاحمر سوى سكراب او ابوني والذي اجا نشارك معكم سوف تفعل الجرس كي يصلكم دائما كل من هو جديد من قناة مطبخ اكرم العالمي وصفتنا اليوم عبارة على بسبوسة شوكولاتة شوكولاتة رائعة جدا بمعنى الكلمة كانت جغزالة فينا في المداق والديدة وكلها مغمورة بالشوكولاتة كان عملو معها شوكولاتة كانت نفقوها بالشوكولاتة وعننا البودينج الشوكولاتة من فوق كانت مننا ان شاء الله الوصفة هادي تناس احسنكم واعجابكم كانت مننا ان شاء الله تبارتاجي والاحباب والاصدقاء دائما فيديوهاتي مع بعضتكم وكانت تصدر دائما تطبيقاتكم عبر الاسستغرام وان شاء الله ما تمشوا شي بعيد كانت منكم فرجة ممتعة بقوا معنا باش نشوفوا جميع المقادر وطريقة تحضر هذه البسبوسة لمقادرها جد بسيطة في متناول الجميع نبدأ على بركة الله مع المقادر وطريقة التحضر بسم الله على بركة الله نحتاج ثلاثة الحبات من البيض بدرجة حرات المطبخ كأس العنبى من السكر واحد الياغورت يعني ما يعادل ثلاثة كأس العنبى ياغورت طبيعي دانون مستوس نصف كأس من الزيت النباتية ونصف كأس من الكاكاومور وعندي كأس ونصف من السميدة الرقيقة اللي كان عملها في الحرشة والبغرير نصف كأس من السكر الدقيق الأبيض خلال الحلويات 15 جرام وعننا هنا سكر فاني أو فاني بطغ أو فاني سائلة اللي متوفر عندكم وكما قلتكم نصف كأس من كاكاومور خامي يعني بدون سكر هذه المكونات للبسبوسة ومن بعد ان شاء الله نتراق معكم مكونات لانسقوا بها البسبوسة لانسقوا بها البسبوسة لاننا والطبقة الشوكولاتة اللي كتجي من فوق نشب روح الإناء وعن نضيف به أول حاجة نبدأ بها وما البيض هنا أخواتي لا نحتاج بالطراب الكهربائي ونكتفي بالطراب اليدوي فقط بالنسبة السكر فاني اللي عندكم متوفر يا إما فاني غابرة يا إما فاني سائلة نحاول مزيان نطرب هذا البيض بهالطريقة هادي حتى يدع شوية الحجم ديالوغي بيدي مرحبا بالأخوات والإخوان اللي التحقوا بالقناة عن جديد مرحبا بكم نورتونا بالنسبة للأكواب المعيارية أنا عملت هادوما البلاستيك اللي كيكم كتوب فيه مثلا كوب واحد نص كوب ثلاث كوب إلى غير ذلك ولكن نفس القياس بكأس العنبة يعني مش دروري تكون متقيدين بنفس الكؤوس اللي عندي كأس العنبة كافي أدعم المقادر اللي عن خليها لكم مدكورة في صندق الوصف إن شاء الله نضيف هنا نصف كأس من الزيت والصارحة كتجي غزالة بسبوسات ومع تشفتني عطيتها حق في التقديم كتجي ولا أرواع مفزقة وفتية من داخل وطعم الشوكولاتة الهائي للخام لعشاق الشوكولاتة كنت نصحكم تجربوها وما غتندموش عليها ضفت هنا ياغورت ونوصل تطريبا نصف كأس ونصف كأس ونصف كأس من الدقيق ونصف كأس من كاكا والمرأة الخام لذي يكون دائما غير محلة وضيفة الخام ذات الحلويات ونوصل تطريبا هذه كما تلاحظوا معي وطبعا في الآن قامة من الصف ونصف ضخ ونصف كأس من الصف لنضمج منصف كأس يجب القلب من دخل الفرن من 40 على 25 سنتيم أو 40 على 20 سنتيم أو 30 على 20 مستطيل يجب الاختيار نضرب الزبدة نضر بالخليط نبذح الان ثلاثة والعبان دعونا ارتدي مخلطات ثلاثة نفتح تقريبا غير من تحت ومن بعد واحد خمسة دقايق احتنت مئة دقايق من فوق بعد مجازتنا المدة الزمنية اللي تكرت وهي سخونة كن خرجوها مباشرة كن عملو عليها تشبيك هادي وده بعن نشارك معاكم الخاليط اللي ان شاء الله غن نعدله معاكم باش نسقيوا هاد البسبوس ادينا هنا ما عسقيها لا بالسيرو ولا بالحليب نسلي المحلى ولا بالتحاجة عندي نجد المعلى كبار من الكاكا والمر يعني كن عاود نقول للمور غير محلى بالنسبة الاخوات اللي لا يعجوني السكر ولا يقدروا الاكرام كي جي حلوة بالعكس ما جيتش حلوة مرة ضيفت هنا تقريبا واحد جود المعلى كبارين ونصف من السكر تقدر دعم له احتكاس السكر ولكن انا قللت الحلاوة عمزت المعلى كبارين ونصف وضيفت هنا كاس لوليد الحليب ونوصل التطريب ونضيف الكاس الثاني يعني جود كيسان كبارين للحليب ماء يعادل مائتين واربعين مليلي لتر ونضيف مع الاقبار من بودرة الكاكا ونصف من السكر وليك تعجبوا الحلوة بزيزة السكر كي يبقى الاختيار للكم ضيفت هنا الكاس الثاني ونضيف مع الممتدين لكم تشرب السوائل كامل سوف تشرب طبقة الشوكولاتة أحسن يتوفر منكهة الفانيلا شريه من قلدي سوف نضيف بودنج الشوكولاتة بودنج 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 معطے معصد السكر يمكنك التجديد الحلاوة ستدخل الحلاوة قد تجديد الحلاوة فحيث لا يمكنك التجديد الحلاوة نضيفه معلقة ميزينة و بودرة الكاكا و نصف الحليب و ثلاثة معلقة السكر و نضيفه على نفس الخالط نضيفه فوق البسبوسة نعود نقل لأخواتي لأنه لا يستطيع تحليب على هذا الشكل يستطيع تحليب ميزينة و ثلاثة معلقة السكر نضيفه للحليب و السكر نحاول نقل لأخواتي سطح البسبوسة لأخواتي طبقة متساوية نقل لأخواتي نقل لأخواتي سطح البسبوسة نقل لأخواتي تبرد بصفة نهائية تقريبا وحد ثلاثة ساعة نقل لأخواتي تلبسات نهائية من الوزن و تدريبا عن تزيد الوزن و تبقى التزيد الضيان من الوزن نقل لأخواتي قبل بلدات نضيفه كوكو اشعر اشري طب الكوكو و اشري طب البيستاج او ما يريدون ان تكون اختيار لكم سوف تغب بودرة الكاكاو من فوق في هذه الطريقة ومن بعد نضيف بودرة الكاكاو من فوق لا تشكل هذا كما تلاحظه نحاول نقوم بحفنة بعيدة على اختها لنقطع مربعات متوسطة الحجم اخواتي نفتحة كما اشياء شكل ذلك نحاول نقتع به الطريقة عندما نقطع ، نحاول نبسح المزج نفتح بسيرت البابيل كما ادوى قطع لنوصي شكل بهم بان مربع قطع و يتاونى من فزج و يتدعم تدعم سوف نقاط على مربعات كمية وفيرة لأنها من السينية كبيرة فقط ثلاثة البيتات وعكس ونصف منها السميدة هذا هو شكل نهائي بسبوسة شوكولاتة بسبوسة رائعة جدا لديدة فقط ثلاثة المتناول من الداخل من البسبوسة ومن الكريمة ونفزقة من الداخل روعة ودائما تصدر تطبيقاتكم على الإستغرام اطباق اكرم قبل أن نختم دروري أن نقطع معكم لكي ترى القوام أكيد كتبلكم بأنها مفزقة ومشية بسان ودينة ودكت طبقة كريمة شوكولاتة من فوق شكرا لكم على حسن المتابعة أحبكم في الله وانتظروني مع وصفات أخرى بإذن الرحمن موسيقى